ما شاء الله تبارك الله الآن حطناه بالأرض الدائمة وراح نفك ان شاء الله الموية عليها باذن الله وتكون نسبة التربة بسيطة جدا لابد انها تكون بسيطة طبعا هذا كل طمه نامي هذا مجموع جذري او مجموع خذري راح يطلع باذن الله لان تحتاج موية بسيطة عشان تبدأ العروق والنبات كذلك تعود على التربة الجديدة ما شاء الله تبارك ما شاء الله الله يزيد يبارك الله ينبتها ان شاء الله والله يبارك ان فيها باذن الله طبعا حطناها في موقع وراح نصورها لكم من وقت الى وقت باذن الله باذن الله ان شاء الله تبارك طبعا مهم الري بعد الزراعة عشان يطلع الهواء اللي تحت هواء اللي ما طلع فيه عملية الدفن مع علمه سبحان الله يطلع الهواء دايم هلاصل الان بدأت امورها في السليم وراح نسكر الماء هذا الماء عندي ما شاء الله راح نسكره ونخليه بس على شي بسيط ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله الله يزيد يبارك الله ينبتها باذن الله ان شاء الله نصورها لكم من وقت الى وقت باذن الله ما شاء الله الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله شكرا